دي قرارات فردية جداً، قرارات فردية جداً، تحديد إنك تحدد أولوياتك دي قرارات فردية جداً، تنطبق على كل واحد وموازنته، طبقاً لحجم موازنته، موازنة الفرد زي شبه موازنة الدولة كده، وبالتالي لما الدولة بتقرر إنها مثلاً أنا موازنتي هعمل واحد، اثنين، ثلاثة أولوياتي كذا كذا كذا، الفرد طبقاً لموازنة كل واحد، يعني سين مش زي صاد، حسام مش زي حسين مش زي نادية كل واحد تبقى لدخله تبقى لإحتياجاته تبقى لموازنته يقدر ان هو يحدد أولوياته يحدد أولوياته في الأكل في الشرب في الاستهلاك الطبيعي في محتاج أغير تلاجة ولا لأ محتاج أغير عربية ولا لأ محتاج أعمل جزء ده ولا لأ أشتري ده ولا لأ الأولويات كل واحد في الأزمات فقه الأولويات أولوياته ايه هو ده إعادة ترتيب الأولويات لا نمباش فيه رفاهية وقيمة الفلوس بتقل قيمة الفلوس مع زيادة التضاقم مع زيادة الأسعار بتنخفض وده متوقع يقعد شوية كذا شهر مثلا وبالتالي إحنا محتاجين نعيد كل واحد فينا طبقا لميزانيته قد طبقا دخله يعيد ترتيب أولوياته زي ما سمعنا من هاني توفيق اعمل عيد ترتيب أولوياتك لو أنت عايز تشتري محتاج دلوقتي تغير تلاجتك ضروري غيرها عربيتك ممكن تستنى شوية لأنه إلا لو محتاجها ضروري عربية بازت مثلا فلازم تغيرها غيرها لكن لو حاجات بعرفة هي ممكن أن أنت تأخرها بعض الشيء